أكد الرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي أن مشروع سكن لكل المصريين من أعظم المشروعات التي تبنتها الدولة وتعمل على استمرارها وخلال مؤتمر صحفي عقب تسليمه عددا من الوحدات السكنية بمدينة أكتوبر الجديدة أشار مدولي إلى استفادة نحو خمسة ملايين مواطن من مشروع سكن لكل المصريين هذا المشروع أعتقد من أعظم المشروعات التي تبنتها الدولة المصرية خلال العصر الحديث ومهما كانت ظروف الدولة هذا البرنامج سيستمر لأنها بيخدم قطاع مهم جدا من شبابنا وبيحل معضلة ومشكلة كانت من عقود طويلة كانت كبوس لكل الأسر وهو إيجاد سكن ملائم ومناسب وحضاري لكل أسرة النهاردة الحمد لله قدام حضاراتكم المنظر اللي احنا موجودين فيه ده بقى موجود في كل حطة في مصر مش موجود في القاهرة ولا اسكندرية فقط موجود في كل مصر من أسوان لغاية اسكندرية ومن سينة لغاية مطروح فالحمد لله الكواليتي أو المستوى الجودة اللي بيتعمل بها هذا المشروع زي ما حالكم شايفين مسحات خضرة خدمات موجودة من أول لحظة